سنة 30 بابة اللي فات كان عيد ظهور رأس القديس ماري مرقص الإنجيلي وكان تكريس باسم كنيستو ويلسنكسار كان كتب عن القصة اللي تم فيها العصور على رأس ماري مرقص إنه كان الجسد القديس ماري مرقص مع رأسه كانوا في تابوت واحد لغاية سنة 644 ميلادية التابوت ده كان محفوظ في كنيسة بوكالية أو دار البقر بالأسكندرية فأحد الأيام من عام 644 كان فيه أحد البحارة العرب كان دخل الكنيسة لقى التابوت وتوهم إن فيه دهب ووضع إيده جوه التابوت فإيده جات على الراس فأخذها هو كان بالليل وأخفاها في أسفل مركب وبعدين المركب ده كان قائده عمر بن العاص فلما جم يمشوا السفن كلها خرجت ومعادة هذه السفينة السفينة دي ما كانتش اللي هي كان فيها الرأس مش عايزة تتحرك مطلقا رغم محاولات البحارة بذل وجود كبيرة جدا عشان يحركوها ففهموا إنه فيه حاجة فيه سر فأمر عمر بن العاص بإنه يتم تفتيش السفينة كلها فوجدوا الرأس مخبأة وأخرجوها وبعد كده كان برضو عمر سأل إيه اللي حصل وعرف من البحار ده إيه اللي حصل المهم إنه البحار اعترف بالجريمة دي اللي عملها وقتها عمر بن العاص كان سأل عن مين بابا الأقباط علشان كان عايز يكلمه ويجي يستلم الرأس وكان هو الأنبى بن يمين الباتريارك الثامن والثلاثين وكان هارب ومختبئ بأحد قديرة الصعيد فعمر بن العاص كتاب له جواب وقال له وبخط إيده وطمنه وقال له تعالى وأمان ما فيش أي حاجة ما تقلقش إحنا عايزينك في أمره مهم جدا فلما جي البابا بن يمين خد منه الرأس المقدس وشرح له عمر بن العاص المعجزة وأن قد إيه فعلا إنه ما كانتش سفينة رادية تتحرك وأعطى البابا عشرة ألاف دينار وقال له ابني بيها كنيسة على اسم صاحب هذا الرأس البابا بن يمين شكره واحتفظ بالرأس في قلياته بدير مطرة لغاية ما يتم بناء الكنيسة وبالفعل بدأ في بناء الكنيسة اللي عرفت باسم المعلقة بالأسكندرية هي كئنة في شارع المسلة بالصغر لكن ما قدرش إنه يكملها فأتمها خليفته والبابا أغاصن ويقرسها في المثل اللي هو في يوم تلاتين بابة ووضع فيها الرأس المقدس وكان من تقس رسامة البطاريكا خلفا أو خلفاء الكديس ماري مرقص الرسول إن البابا بيتوجه تاني يوم رسامته إلى رأس ماري مرقص الإنجيلي وبصحبته وأساقفة وكهنة والشعب وبيضرب مطنيات يعني بيزجد أمام الرأس وبعد كده بيرفع بخور وبعد كده بيقروا مقدمة إنجيل مرقص وبتختتم الصلاة بتحليل والبركة وبعد كده بيدخل لحجرة وبيكون معاه الرأس المقدسة وبيضعها في حجره وبينزع عنها الكسوة الأديمة وبيكسوها بكسوة جديدة وبعد كده بيظهر للناس والرأس معاه وبيقبلوها واحد واحد حسب رتبهم وكده بيعتبر الكل بياخد بركة مؤسس الكرازة المرقصية مرقص ماري مرقص الإنجيلي الرسول بركته تكون معنا جميعا كل سنة وحضراتكم طيبين واليومين دول بالفعل بدأ احتفال ماري جيرجس في الرزيقات دير ماري جيرجس في الرزيقات بيكون بيشهد أعداد كبيرة جدا وإقبال كبير قوي كل سنة بمناسبة عيد الكديس ماري جيرجس كل سنة وحضراتكم طيبين الحقيقة بيبقى فيه مخيمات من أماكن كتير جدا بيجوا الناس وبيعودوا كذا يعني بتبقى تقريبا فترة أسبوع والناس بتحب بتروح الأماكن دي يعني أو يعني بيعتبروا فيه ناس كتير زيارتهم بالنسبة للزيارة دي بيرتبوا كل حاجة للأسف الشديد حصل حريق محدود في الخيام نتيجة انتوا عارفين طبعا لما بيبقى فيه إقامة في الخيام دي الناس بتاخد اللي هي المواقد اللي عشان يعملوا عليها الأكل وبيبقى فيه جاز وحاجات زي كده فللأسف أنه أثناء يعني حد كان بيعمل بيوقض مواقد من المواقد دي يعني بيشتغل بالغاز الطبيعي فحصل حريقة والحريقة دي أخدت كام خيمة ولكن قدرت قوات الدفاع المدني أن هي بسرعة تنتقل للمكان اللي فيه الخيام وتطفق النيران بسرعة قبل ما تنتقل لخيام كتير في بعض الخيام بس اللي كان فيها حريق لكن الحمد لله تمت السيطرة على هذا الحريق وزي ما بقول لكم أنه الخيام دي بيبقى اسمه مولد دير ماري جيرجس الرزيقات فدي كانت الأثار بعد الحريق وبعد ما طم إتفاق إتفاق الحريق أنها كانت أخدت كام خيمة كده من الخيام وقدروا يسيطروا عليها خلال الاحتفال بعيد ماري جيرجس في ديره في ديره في الرزيقات الأقصر بيبقى هناك ما يقرب من مليون ونصف زير وبيبقى دايما المعتاد وغالبا على فكرة يعني بيتسمع أن بيبقى فيه شوية حراء بسبب اللي هي البتجازات المتنقلة دي أو زي ما قلت لكم المواقد اللي هي بياخدوها علشان خاطر يعملوا الأكل والحاجات اللي زي كده ربنا يحافظ عليهم بقى بقيت الفترة وكل سنة وهم وكل الناس طيبين وزي ما قلت لكم الاحتفالات بدأت الاثنين النهاردة يعتبر طبعا هم كان الخيم دي من قبلها ودير ماري جيرجس برزيقات يعلن عن بيت الاحتفالات بعيد الشهيد ماري جيرجس في الفترة من 11 نوفمبر وحتى 17 نوفمبر ويوجد مبيت بالدير من أول شهر نوفمبر زي ما كان معلن وطبعا اللي بيشرف على هذا الدير نيافة الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها وكان البيان ده بالنسبة لبدء الاحتفالات من الأنبا مرقص الباحث صفوة سامعين وهو مدير مركز الأرض لحقوق الإنسان بالأكسر كان بيتحدث عن مشكلة بيعاني منها خدام ومقر جمعية الشبيبة الإبطية بدير ماري جيرجس برزيقات للأسف تم تحويل المقر إلى مخزن للشبسي وبيقول أنه جمعية الشبيبة الإبطية بدير ماري جيرجس الرزيقات بتعتبر ثاني أقدم الجمعيات في الصعيد مسجلة في الشؤون الاجتماعية وليها أنشطتها الخيرية كتير وقامت برعاية الطلبة مليان وخصوصا الطلبة الجمعيين وتخرج على يدها كثيرون يدينون لها بالجميل بخلاف دورها الأساسي في رعاية الفقر وإخوة الرب فبيقول أنها كانت قبل هدم مقرها الأديم أمام طريق الكباش بتقوم بعمل سندق خشبية للموتة بأدنى التكاليف وكل ده كان نظير اشتراكات شهرية وأنشطة بيع الصور والكتب الدينية والاستوانات والشرائط وأيضا مدارس الأحد بخلاف توزيع اللحوم في الأعياد على إخوة الرب في عام 2019 قرر المسؤولون عن الدير منع أخوة الرب من استخدامه برغم ما جرى من وسطات كثيرة ولكن ظل قرار الرفض هو الساري وتحولت القضية لخلافات شخصية واستمرار في التعنت تم استخدام الدير هذا الموسم الحالي لتخزين كاراتين الشيبسي على الرغم أن في أماكن كتير ممكن استخدامها كمخزن بدلا من ذلك المكان الحيوي وتم فك كل الفترين والأرفف اللي كانت مطروكة عشان نشاط الجامعية وتم إلقاءها خارج المكتبة وهي ويفطت الجامعية والحياة الباحث صفوة سامعين تساءل هل يجوز من مسؤولي دير استخدام ذلك الأسلوب مع جامعية خيرية عشان هم عايزين المكان اللي هي مكان الجامعية دي فهل يعني هل يعني ينفع أن يوصل الخلاف لهذه الطريقة اللي بتتسم بعدم الاحترام لمكان ومكانة الجامعية والتي تستخدمها سبعة أيام فقط من 366 يوم في السنة فالحقيقة طبعا يعني ده رأيه وبنتمنى أنه يكون في تفاهم والأمور ما توصلش لدرجة كده وأنه مهمة قوي أنه يكون برضو الدير يدعم الأعمال الخيرية وموضوع جامعية الشبيبة الإبطية يكون في حل الأمر ده وطبعا بنتمنى برضو أن يتم التواصل مع نيافة الأنبى مرقل زي ما قلنا لأنه هو المسؤول عن الدير وأعتقد أنه إن شاء الله ينجح في حل مثل هذه الأمور حول كنيسة ماري جيرجس السوامعة واستغاثة تم تقدمها لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة الاستغاثة علشان فيه قرار لإزالة المنارة بالكنيسة وده كان فيه خطاب من الوحدة المحلية لقرية تقنيدة وزي ما تشايفينهم وحافظة سوهاج قرار إزالة أعمال والقرار ده عايزين يزيلوا المنارة بتاعة كنيسة ماري جيرجس السوامعة شرق مركز إخمين سوهاج والموضوع بتاعة الكنيسة دي النهية كانت بنية في عام 1911 بقرار ملكي صدر لها قرار إحلال وتجديد عام 2006 طول السنين اللي فاتت كان القمس تماس مورجان بيحاول جمع تبرعات من كل حتة عشان أباط القرية فقراء قوي فبالفعل يعني كان نجح أنه يجمع تبرعات وتم الانتهاء من البناء وكانت منارة المنارة آخر مرحلة لغاية مجاله الإختار اللي هو عرضنا صورته من شوية وتعاملت قضية جنحة مخالقة أو جنحة مخالفة بناء القمس بيستغيث بالرئيس للتدخل لحل الأزمة المنارة جزء من الكنيسة مش ارتفاعها شوية هو اللي هيباوة الشكل القري لكن طبعا على لسان بقى الأستاذ نادر شكري وتعليقا على هذا الأمر فطبعا يعني أنه القرار ده بالنسبة لموضوع إزالة المنارة ممكن يكون زريعة للمتشددين عشان يبقى فيه أحداث طائفية وده وارد جدا فبيناشد قد سابونا وكمان الصحفي نادر الحقيقة أنه يكون فيه يعني وهو أبونا تماس مرجان أنه يراعي المسؤولين حساسية المواقف اللي زي كده ويكونوا حكماء وإنه يراعوا كمان ظروف البلد ومايفتحوش باب جديد للمتشددين كل الأمور ممكن تحل بهدوء لكن بعد ما البلد عرفت قرار الإزالة تفتكروا ممكن يحصل إيه فإحنا بنتكلم وده كلام الأستاذ نادر شكري عن مبادئ المواطنة والمسواة لأنه بصراحة حاجة يعني ما أقولكوش بصراحة الواحد يعني مش حابب أنه يكون فيه حاجة زي كده اليومين اللي فاتوا دول انتشر فيديو لقدسة البابا شنودة على مواقع التواصل الاجتماعي وكان بيحكي المتنيح البابا شنودة عن أزمة الأزمة الخاصة باللي بيحصل بالنسبة للكنايس وعن لقاء ليه بأنور السادات والحقيقة الموضوع ده يمكن زميلتي كانت بعتهلكم زميلة وأثناء يعني بعد ما بعتنا فالمهم أنه الموضوع ده الحقيقة يعني يخليكوا تعرفوا قد إيه الأزمة بالنسبة لقصة الكنايس دي متشعبة إحنا بنتكلم عن أنه فيه قانون دلوقتي لكن للأسف الشديد القانون ده برضو لسه يعني الحكاية مش ماشية بالشكل اللي هو يعني المعتاد بجانب كمان كان فيه حاجة تانية حصلت اليومين اللي فاتوا إشاعة كده قالك أنه فيه تلاتة جنيه هيدفعوها الناس اللي داخلين اللي داخل المسجد وطبعا تلقفتها بقى ويعني واضح أنه يعني مواقع أخوانية هي اللي كانت نشروا الحاجات دي فده استدعى عمر أديب أنه هو يتكلم مع دكتور جابر طايع علشان يتحقق من الأمر ده فإلا حصل في الموضوع ده الحقيقة أنا ما وقفتش عند موضوع التلاتة جنيه لأنه التلاتة جنيه دي أكيد أنها يعني مليون في المية مليون في المية كلام غلط يعني وأنه فيه إيه يا جماعة فيه حاجة اسمها أنه تلاتة جنيه اللي داخل لدرجة حتى أن عمر أديب بوقتها قالك إيه التاريق يعني بقى قالك يعني مثلا يعملوا أبوني بقى يعني اللي داخل الجامع كده مثلا أنا معي أبوني جامع فبدل ما تلاتة جنيه لو هو بيصلي في المسجد كم صلوة يبقى مثلا لو خمس صلوات في اليوم هيدفع خمستاشر جنيه قالك يعني أخدها بتهريك مثلا أنا ما وقفتش عند الجزئية دي يعني طبعا لكن أنا وقفت الحقيقة عند جزئية مهمة جدا كان اضطرحت فيه كلام الدكتور جابر طايا أشاد بالرئيس السيسي بالنسبة لعدد المساجد اللي تم بنائها وترممها في هذا الوقت قالك يعني أنه إحنا في الوقت ده يعني الكلام ده يعني بيحاول يأكد وجهة نظره في أنه قصة التلاتة جنيه دي يعني كلام فاضي وكذب وافتراء وأنه يعني لأنه هما تزايدوا بقى في الموضوع وأن الرئيس السيسي بيكره المساجد فرح رد رد الحياة الدكتور جابر طايع على أساس أنه وهو رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف قالك الكلام ده ملوش أي يعني أساس مستحة نهائي قصة التلاتة جنيه دي بس إحنا يا جماعة بنقول لكم كمان أنه في عصر الرئيس السيسي كم المساجد اللي تم بنائها يعني من عام 2011 تريد الغد دلوقتي مش عارف كام ألفه ولا كام مش عارف إيه فلو جزء بس ده كده يعني متحدد الوقت بس أن إحنا نسمع الجزئية بتاعة عدد المساجد بالتحديد لأنه زي بقول لكم روقفت عند ده طب يعني يا جماعة إحنا بنتكلم عن المساواة والمواطنة لما أنتوا بتسمحوا بكل عدد المساجد دي وأنه بتنفو فكرة أنه الكلام بتقال على الرئيس أنه ضد المساجد طب إحنا عايزين الرئيس يكون كمان يعني إحنا يعني نتحبوا هنقول أن الرئيس مثلا ضد الكنايس فنبتدي بقى نطلع ونقول ونسمح بكم الكنايس تتبني وأنه ما تبقاش فيه مشكلة زي دي يعني يعني مشكلة منارة يعني وقد إيه طيب مخالفة المنارة دي أنا بفكركم بس نحن بنتكلم عن السوامعة الكنيسة في أخميم يعني في سهاج يعني فجبت لحضراتكم بس النقاط دي وبرضو بالصدفة أنه لقينا انتشار فيديو البابا نسمع جزء بس من رد على موضوع المساجد ده بالتحديد أن يتم مصر مساجدها عامرة لا يمكن أبدا سيد رئيس الجمهورية السيسي يكون يكره المساجد بل ساهمة أعتقد في عدد المساجد التي فتحت في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي أعتقد لو حسبت في السنة الواحدة يمكن بخمس سنوات مما قبل 2011 لأنه في نهم وسرعة وقوة في بناء المساجد الحقيقة ومباركة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة ما من جمعة تمر إلا ويذهب إلى محافظة ليفتتح المسجد ولا نلاحق على افتتاح المساجد سواء كانت المغلقة من جراء تحتاج إلى صيانة وترميمات أكثر من ألفين مسجد تم فتحهم في عهد الثلاث سنوات الأخيرة أو المساجد التي تنشأ من العدم جديدة وتدخل الخدمة جديدة هذه دلالة واضحة على أن المسجر بلد الفتاح ده زي ما بقول لكم ده كان تعليق على موضوع الثلاثة جنيه فهو بيأكده أنه السنة الواحدة في عهد السيسي بخمس سنوات قبل 2011 وأنه في نهم وسرعة وقوة في بناء المساجد من الشيخ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبقال لك هو مش بنلاحق كمان على العدد المساجد اللي بيتم افتتاحها وسواء كانت مغلقة وفي ترميم أو سواء كانت مساجد جديدة وكل جمعة بتسمع عن الشيخ محمد مختار جمعة أنه رايح يفتتح مساجد جديدة طب يعني لما هو ألفين مسجد والموضوع طب حلو وإحنا على فكرة مش ضد ده أبدا بس بالعكس إحنا بنقول طب ممكن يكون فيه مساواة وممكن يكون فيه كده تراوي في الأمور اللي زي كده يعني ولا هي الحكاية أنه لازم كل مرة يبقى فيه مشاكل والدنيا تكبر وزي بقول لكم يعني ليه ليه يعني الحكاية محتاجة أنه إحنا بنقول مساواة إحنا كوننا نتمنى جدا وخلاص طبعا قفاة الأوان يعني كل مرة بقول الجملة دي لدرجة ممكن حد يكرهني يعني وكترة برددها أنه كنا عايزين يبقى فيه اسمه بناء دور العبادة كلها يبقى قانون بناء دور العبادة ما يكونش فيه وضع خاص للكنايس وكأنه ليه طيب عموما يعني زي بقول لكم بالصدفة لقيت ناس بعتين لي فيديو قدست البابا المتنيح البابا شنودة هو بيتكلم عن موضوع الكنايس والأزمة دي كلها والأزمة مع وأنه هو كان التقى بالرئيس السادات وقال له طب أنتو كم قول لي أنت كم كنيسة عايزينها يعني ده بيقول لكم قد إيه جزور هذه الأزمة اللي نفسنا لنها تتحل وما تبقاش فيه حاجة حتى بالقانون الجديد لا الدنيا لسه فيها مشاكل فيها مشاكل عايزين ما يبقاش فيه مشاكل وعايزين حق المسيحي في الصلاة أنه يكون زي حق المسلم يعني ويبقى بناء الكنايس يعني مش هتوصل طبعا للأعداد الكبيرة للمساجد ونسبة العددية ونسبة العدد أنه ده هنا كام وهنا ماشي بس على الأقل يبقى كل حد أنه هو يصلي في كنيسة سادت في المقر البابوي لأول مرة وبعدين قال لي الأخباط يبنون كنائز بطريقة غير شرعية تثير المسلمين فإحنا نتفق على كنائز اللي تحتاج لها كل سنة تقول لي تحتاج لإيه وأنا أعدك أن الرقم اللي تقول لي عليه وافق عليه وأضيف عليه عشرة من هذه تقول لي شوف يا ريس نحن عندنا أكتر من عشرين محافظة فلو أن كل محافظة بكل مراكزها وكل بنادرها وكل مدنها وكل قرىها أخذت كنستين قالت أبنين في عشرين باربعين قدك خمسين أبنين بركة الكتغرها تطلق وقفت كاملي لقيت وقفت يكون تلات وسبعين حرب أكتوبر وذهب وزورت الجابهة وعيشت مع الناس ومحبه وكله وكان مساء وكان صباح يوم محط بعد كده افتكر انما زرت امريكا في ابريل السبع وسبعين متخابلت مع رئيس كارتر في 14 ابريل كان الرئيس السادات وزار امريكا قبل ما نروح باسبوع ولذلك لما عملت كارتر في الاول قاعدة كبيرة الصحفي الموجودين فيها بعدين قاعدة خاصة قال لي بريزيدن سادات سبوك فيري هايلي امريكا سادات اكلم كربحة عنى يعني المشاكل بدأت تكبر في مسألة طبيق الشريعة الإسلامية. أنا أرسلك للرئيس السادات مذكرة طويلة مستفيدة من عشرين بندل. والتي تطلع علينا الجرائط كل يوم بمشروعات قوانين تفوح رائحة الدم من بنودها ومن نصوصها الأمر الغريب عن روح بلادنا وعن تشريعة. أنا قلت أنا مليش دعو بالحدود كلها. القتل الزنا القطع الطريق غيره. أنا أمسك في واحدة بس اللي حد الرد قلت له الناس اللي بتقطع قديهم أو تقطع رقبتهم. تفوح منهم رائحة الدم أمسك في واحدة بسكت. المهم منك تخنع لقصاتك مش إنك تاثور عليك. موسى صبري. وقال لي رئيس الوزراء قرر يوم الثلاث تقابلك ترفت قبله هناك. قلت له أنا اللي روح له. قال لي آه. قلت له بأنا معتد علي وأولادي مضربين وروح أطرخ الأباب. ده مستحيل. هو عايز يجيك. قال لي ما تنساش إن ده رئيس كامل البابا وقال ما ينساش إن أنا أكبر أن أنا يعني رئيس أكبر كنيسة في مصر يعني فيعني قال لك أنا كان مفروض أكون متواضع لكن أنا اضطريني الموقف كان يعني يستلزم يقول كده. فزي ما شفته كان الحقيقة الفيديو ده اللي منتشر هذه الأيام كان بينوكش موضوع حد الردة وموضوع يعني رائحة الدم اللي طبعا بنشوفها والغاية دلوقتي بنشوف للأسف الشديد. حتى لو ما كانش قصة حد الردة ولكن احنا بنشوف دماء المساحيين اللي بتسال يعني بشكل كبير جدا. وكان بيتكلم برضو على موضوع الكنيس. فبتمنى من كل قلوبنا. كل قلوبنا إنه يكون فيه مساواة ومبدأ المساواة والمواطنة بالنسبة للمساجد وللكنيس. أما بالنسبة للدماء الحقيقة وإحنا كنا بنحتفل بذكرى شهدائنا. الزكرة الأولى لشهداء حادث دير الأنبة سموئيل الاتنين. وعرضنا عليكم الحلقة اللي فاتت. وقف الشموع. والمكتات اللي كانوا عاملينها. وحاجات فعلا كانت جميلة جدا. وان هم حارسوا على أنهم يعملوا آيكونة تجمع كل شهداء الحادثين. الحادث الأول والحادث الثاني. وكمان لقينا إنه والدة أصغر شهيدة في هذه الحوادث ماروسكا مينة سمويل. راحت وحضروا أم أسر أسر شهداء حادث الأول كمان. يعني كلهم كانوا راحوا الحقيقة أو أغلبهم يعني. لأن اجتمت دعوتهم. وكانت احتفلت بعيد ميلاد الشهيدة ماروسكا. في آآ أثناء إحياء الزكرة الأولى. لحادث آآ آآ دير الأنبة سموئيل التاني. الشهيدة ماروسكا أصغر شهيدة كانت ضمن شهداء العصر الحديث. كانت استشهدت هي والدها الشهيد مينة. واتقال كمان إنه آآ نيافة صغيرة في السن آآ أيضا. آآ ميري زوجة الشهيد مينة سموئيل احتفلت بعيد ميلاد آآ ماروسكا. اللي رحلت للسماء مع والدها في المسبحة الأولى اللي كانت في مايو آآ آآ سبعتاشر. وبعد والاحتفال ده كان أتى بعد انتهاء فعليات إحياء الزكرة الأولى لشهداء دير الأنبة سموئيل في الحادث الثاني. اللي وقع نوفمبر عام الفين وتمنتاشر. والدت الشهيدة ماروسكا وجميع أسر شهداء الحادث الأول شاركوا مع أسر شهداء الحادث الثاني في إحياء الزكرة. بالنسبة للذكرى الأولى. الحادث دير الأنبة سموئيل التاني. وصنعت آآ والدت الشهيدة آآ طرطة باسم تفلتها ماروسكا وكانت بتخبر الحضور إن ابنتها أتمت أربعة أعوام. استشهدت الطفلة وهي في عمر العامين. لم تتخيل ميري وهي طبعا يعني الزوجة اللي فقدت زوجها وبنتها إنها تفقد زوجها مينة سموئيل غطاس ثلاثين سنة. وإنه كمان يستحب معها ابنتهم ماروسكا ذات العامين إلى السماء. والده الجد سموئيل غطاس. وكانت كلهم طبعا كل الأسرة لأن برضو أنتم متذكرين إن نفس برضو زي ما حادث دير الأنبة سموئيل التاني. كان حصل أرواح آآ كلهم من أسرة ستة من أسرة واحدة. برضو حادث الأول كان في مجموعة كبيرة من أسرة واحدة وكانوا في طريقهم لزيارة الدير. الفرق في التانية إنهو كانوا راجعين من الدير. طبعا يعني هي بتقول إن لما كتير من أسرتهم. وأصغرهم كانت الطفلة ماروسكا. كشافة أبناء دير الأنبة سموئيل الكشافة. شباب الكشافة بزل مجهود كبير أوي في تنظيم اليوم ده. واللي كنا قلنا لكم الجدول بتاعه. كان بدأ في الساعة ستة صباحا بوقفة ومسيرة في موقع الحادث وتراتيل وتزبيق ومدائح. وكانت العربيات كلها اللي كانت رايحة للدير وقفت علشان تحضر المسيرة دي. وكان في مسيرة من مكان الحادث الأول للتاني أو من الثاني للأول. يعني كانت في مسيرة كان برضو مجهز لها. وتم صنع مكات مجسم لكل الشهداء. تم وضعه في موقع الحادث وتاني وآخر تم وضعه فوق المزار. ونيافة الأنبة باسيليوس أسكف ورئيس الدير كان قدم دروعة تسكرية لأسر الشهداء. دي المكتات. ومن شوية برضو كنا شايفين صور الدروعة التسكرية. فالحيطة حاجة فعلا جميلة جدا. الدير شاهد دي القادي دي حضراتكم الدروعة التسكرية لأسر الشهداء. من نيافة الأنبة باسيليوس أسكف ورئيس دير الأنبة صموئيل. كان فيه حضور كتير جدا. شاهد الدير حضور مكسف في هذا اليوم. لو كان يوم الجمعة اللي فاتت. وكانت رحلات كتير. كانت فرحانة أنه الدير هيتفتح وقدروا يزوروه في هذا اليوم. وكان فيه تأمين قوي للطريق من قبل قوات الشرطة والجيش. لغاية ما انتهت الفعليات اللي كان طبعا واخدين تصريح بيها. ومدين فكرة للقوات للتأمين. وبنفكركم برضو أنه طبعا الحادث التاني كان حصد أرواح ستة. واحنا شفنا المكتات بتاعتهم. سبع عفوا ستة من أسرة واحدة. والسابع كان الشهيد أسعد من كوكان سواء الميكروبوس. مش هننسى أبدا طبعا شهداءنا ولا ذكرى شهداءنا وشهداء العصر الحديث. الحاكم برضو خبر حلو قوي. كان برضو كتب الأستاذ نادر شكري بأنه تم البدء في عملية المرحلة الأخيرة من رصف مدق دير أنبا سموئيل. ودي تعتبر آخر طبقة. اللي هي بمسافة 14 كيلو متر. وان شاء الله الطريق كله هيتم تسليمه في شهر ديسمبر المقبل. وجاري تمهيد آخر سبع كيلو. هو بتحصل طبعا هم مقسمين العمل على يعني أجزاء أجزاء. فاضل سبع كيلو. قبل البوابة باربعة كيلو. وكلنا يعني بنضم صوتنا لصوت الساس نادر. وبنشكر كل اللي تعب لإتمام هذا العمل. وان شاء الله بننتظر خطة التأمين واعادة فتح الدير أمام الزيارات. ربنا يكمل العمل وبنشكرهم. والناس كلها مستنية طبعا أنه يكتمل العمل عشان ترجع تاني الزيارات للدير بشكل منتظم. من برضو الحاجات الجميلة اللي كانت تعرضت على مواقع التواصل الاجتماعي لاحتفال بالنسبة لإكليل طاية نجلة المهندس سميح سويرس بكنيسة الجونا. ويعني تم نشر صور كتير قوي. بس الكل وقف عند الصورة دي كده انه قديه فعلا مفيش بساطة. هم كرسيين هم زيين وأغلبية الايكونات اللي في الكنيسة. واكتفوا بس بكرسيين. وطبعا يعني بنقول لهم ألف مبروك. وحاجة جميلة جدا الحقيقة بنبارك لأسرة سويرس. وبالتحديد طبعا للمهندس سميح سويرس. وكان فيه برضو يعني عرض بشكل مباشر. او كان فيه حد من الحضور برضو عمل بس مباشر لصلاة الإكليل على موقع التواصل الاجتماعي. بنقول لهم بنقول لطاية المهندس سميح سويرس. ألف ألف مبروك. بالنسبة بقى انتشر على نطاق واسع بالسوشيال ميديا. صورة من بيان منسوب لمطرانية المنوفية خاص بتنظيم الاحتفال بالزواج. ومطران المنوفية بيكشف حقيقة البيان حول تنظيم الاحتفال بالزواج. البيان بيتحدث عن بعض الأمور الخاصة بإقامة الاحتفالات. به المزيد من الضبط يعني. والأمور الخاصة بطريقة الاحتفال بالزواج. التحدث على الأغاني والرأس وأقر البيان بحقية الكنيسة بإلغاء صلاة إكليل أو خطوبة وحقية المطرنية بإلغاء تصريح الزواج اللي عرض الموضوع ده كانت بوابة الفجر وتحرت عن حقيقة البيان المنسوب لمطرنية المنوفية وتواصله مع نيافة الأنبة بين يمين المنوفية الذي أكد كذب البيان ونفى نفيا تاما علاقته بالبيان المتداول وفي تصريحات خاصة لبوابة الوفد قال إن البيان ده غير صحيح بالمرة ونحن لا نهتم بمن يروجونا الشائعات وأكد مطرنية المنوفية إن الكنيسة لا تستطيع أن تمنع سر الزيجة يعني ممكن يكون في إرشاد يعني ممكن يتم إرشاد لأي أسرة مقبلة على الزواج لكن موضوع أن توصل الأمر لقصة إن ومنع أعتقد يعني دي طبعا حاجة صعبة جدا قال لك الكنيسة لا تستطيع أن تمنع سر الزيجة على المقبلين عن الزواج ولكنها تتدخل في تلك التجاوزات بناء على دورها الروحي وعشان يتم تطبيق التعليم الكنيسية المستقيمة إبارشية المنوفية بتطبق لائحة بتطبط شؤون الزواج منذ 15 عام وبيدير الإبارشية مجلس كهنة بيتكون من 11 كهن ده كان كلام نيافة الأنبة بن يمين وقال إن المجلس ده بيعمل على تنظيم تلك الأمور وإن كناس المنوفية بتشترط تأجير قاعة ملحقة بالكنيسة الاحتفال مع دفع مبلغ مالي كتأمين يسحب في حالة تجاوز العروسين أخلاقيا يعني في قاعة الكنيسة يعني هم ليهم التحكم في القاعة بتاعت الكنيسة مش في أي قاعة برة وقال لك إن في مسائل برضو بتتعلق بالنظام العام بتحاول الكنيسة ده بترعيها ومعتبر الاحتفال بالزواج بيخص العروسين لكن سر الزيجة مسئولية الكنيسة وكهنتها ويجب أن يتحل المقبلين على الزواج بمسئولية تكوين أسرة وحياة جديدة يعني قال لك لو في أي حاجة بتحصل أثناء في القاعة اللي هي تبع الكنيسة بالنسبة لخمور أو أي حاجة يعني لا طاليق هو هنا بقى اللي بيتدخل بتتدخل الكنيسة لكن غير كده يعني البيان والكلام اللي كان فيه كله ما كانش ليه علاقة بموترانية المنوفية وده اللي وضحه نيافة الأنبة بن يمين قدسة البابا يستقبل عائلات كبتية من العاملين في قطر وكان برضو معاهم القاب الراهب القمس بسانتي الأنبة بشوي واللي بيخدم في الكنيسة الإبطية في الدوحة وقلقى البابا عليهم كلمة روحية على الارتباط بالإنجيل والكنيسة في حياتهم الروحية وأجابة عن أسئلتهم ووزع عليهم بعض الهداء بكده دي أخبارنا بالنسبة لمسيحي أو أقباط مصر اشتركوا في القناة